هو يعرف لغة الشارع لديه تواصل مع المرأة قوي جداً المنسوات بشكلها الحالي بالنسبة لي هي مجرد إدراء شكلي كفاية إحنا في حكم عسكري برئاسة رئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على مدور عشر سنوات ما شفناش أي تغيير لم يساعد السيسي في القضاء على التطرف الإسلامي في مصر الأوضاع الأمنية تطفو أو يعني تحث على الإتيان بهكذا شخصية القوة ليست بالضرورة تأتي من استخدام القبضة العسكرية أو القبضة الأمنية على المواطنين المصريين عشر سنوات منذ هيمنته على المشهد السياسي بعد مظاهرات عارمة طالبت بخلع الرئيس الأسبق الإخواني محمد مرسي وتلاها انقلاب الجيش على السلطة المدنية بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي أمسك بزمام الأمور وأصبح رئيساً عشر سنوات يراها البعض عجافاً تقلصت فيها الحريات المدنية وتوسعت السجون وازداد الفقير فقراً وازداد الجيش سراءً ويقول آخرون عشر سنوات تمكن فيها السيسي من النهوض باقتصاد منهار وكبح جماح التطرف الديني وإعادة الاستقرار إلى البلاد واليوم يكاد الجميع يجزم أننا على بعد أيام من إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر في ولاية ثالثة عُدل الدستور لجعلها ممكنة له وحده بلا شريك له الجميع متفق على حتمية النتيجة فهل الجميع متفق على جدواها؟ الانتخابات المصرية عشرين أربعة وعشرين أنا ميسون ملحم وأحييكم من برلين رسمياً يتنافس في سباق الانتخابات المصرية أربعة مرشحين فريد زهران وهو سياسي مخضرم يساري ومعارض وله باع طويل في تنظيم النشاطات السياسية منذ عهد مبارك عبد السند يماما وهو مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر ويدعو إلى تحديد ولاية الرئيس بولايتين كل منهما أربع سنوات فقط أما حازم عمر فهو رجل أعمال تحول إلى السياسة يدعو إلى النمو الاقتصادي المحلي والزراعة والطاقة والتجارة في وقت تعاني البلد فيه من أزمة اقتصادية وهو أيضاً أصغر المرشحين سناً أما المرشح الأبرز في هذه الانتخابات فهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي والرئيس السابق والذي فاز مرتين بالانتخابات الرئاسية بالنسبة أصوات تجاوزت التسعين في المائة معارضوه يتهمونه بملاحقة المرشحين ومنعها من الترشح وبقمع الحياة السياسية وبالفشل في أداء الوعود التي قطعها أول وصوله إلى الحكم تعالوا نتعرف على التفاصيل هل تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية للمصريين بعد عشر سنوات من حكم عبد الفتاح السيسي؟ بحسب المعارضين والمنتقدين هناك قائمة طويلة لإخفاقات سياسية واقتصادية ارتكبتها إدارة السيسي وانعكست سلباً على المواطن المصري ووضع مصر الإقليمي والدولي انهيار الجنيه وزيادة الديون فقد الجنيه المصري نحو ثلاثة أربع قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات العشر الأخيرة في بلد يستورد غالبية احتياجاته الضرورية مما أدى إلى استفحال الغلاء في ظل شح بالغ في العملة الصعبة وقد تراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى خمسين جنيها في السوق الموازية مقابل نحو ثلاثين جنيها في السوق الرسمية فيما تشير البيانات الرسمية إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي في نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو مائة وخمسة وستين مليار دولار ملف حقوق الإنسان وتدهور الصحافة والإعلام تتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والإخفاء القسري في حين يقبع نحو ستين ألف شخص في السجون لأسباب سياسية وفق تقارير حقوقية هذا فيما ضيقت الحكومة الخناقة على تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بالإضافة إلى حجب مواقع إلكترونية معارضة وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود تمتلك أجهزة الاستخبارات المصرية من خلال شركة قابضة قرابة سبعة عشر في المئة من وسائل الإعلام في البلاد لتحتل بذلك المرتبة الثانية في ملكية وسائل الإعلام في مصر هيمنة الجيش على قطاعات عدة منذ تولي السيس السلطة وسعى الجيش إمبراطوريته ليدخل في مشاريع عدة من قناة السويس إلى النفط والغاز والنقل والاتصالات والاستثمار في السياحة وتشير التقديرات إلى أن الجيش المصري يمتلك نحو أربعين في المئة من إجمالي الناتج المحلي ويشكو القطاع الخاص من أن منافسة الشركات المملكة للجيش في السوق غير عادلة نظراً لأن هذه الشركات لا تخضع للمحاسبة الضريبية بعد أشهر من توليه منصبه أعلن السيس البدأ في إنشاء فرع جديد لقناة السويس قيل إن المشروع الضخم الذي كلف ثمانية مليارات دولار سيعود بأرباح هائلة لكنه فشل في تحقيق المكاسب المتوقعة إذ حققت قناة السويس إرادات بقيمة ستة مليارات دولار العام الماضي بدلاً من ثلاثة عشر مليار دولار بحسب التوقعات الحكومية بعدها تم تدشين مشروع أكبر جديد وهو العاصمة الإدارية الجديدة والذي يكلف الدولة المليارات وذلك وسط ضبابية حول تمويل المشروع والتكلفة الحقيقية له والتي تقدر بخمسة وأربعين مليار دولار حتى الآن هذا إلى جانب بناء وتوسيع الطرق وإنشاء الجسور مما أدى إلى تدمير أحياء سكنية والتأثير على مناطق أثرية وقطع أشجار وغيرها صفقات أسلحة ضخمة وفقاً لتقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم فعلى مدى العقد الماضي أنفقت مصر ما يقرب من أربعة وأربعين مليار دولار على الدفاع والأمن القومي هذا الانفاق العسكري غير المسبوق للسيسي يثير تساؤلات حول أولوياته وأهدافه كما أن الاعتماد المزمن على التمويل الخارجي خلق حالة من التهميش على المستوى الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما أسهم في تقويض الاستقلالية النسبية التي تمتعت بها مصر لفترة طويلة في مجال السياسة الخارجية إذن بحسب المعارضين هناك قائمة طويلة من الإخفاقات السياسية ولكن هذا رأي لا يتفق عليه جميع المصريين ويرون أن السيسي حقق من الإنجازات ما يجعله مؤهلا لدورة ثالثة أرحب هنا بالصحفية كاترين جامر التي تنضم إلينا من القاهرة أهلا وسهلا بك كاترين كما رأينا الجنيه فقد 75% من قيمته أمام دولار الديون الخارجية تضاعفت خلال عشر سنوات البطالة زادت الفقر زاد لماذا ما زال المؤيدون للسيسي رون فيه الخيار المناسب لمصر أهلا بك طبعا لأسباب متعددة من جهة هي أسباب موضوعية ومن جهة أخرى طبعا أسباب متعلقة ذاتية متعلقة بشخصية الرئيس السيسي طبعا يمكن أن أشير إلى السبب الأول بأنه يعود طبعا للذاكرة الشعبية وهي التي اعتادت على يعني التفضيل الشخصية الآتية من المؤسسة أو ذات الخلفية العسكرية لإدارة شؤون البلاد أريد أن أنوه طبعا في هذه الظروف الراهنة طبعا أحداث غزة وغيرها من يعني الإضطرابات على الحدود المصرية بشكل عام وطبعا خاصة في هذه الانتخابات للمرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كون الأوضاع الأمنية تطفو أو يعني تحث على الإتيان بهكذا شخصية طبعا الموضوع الآخر طبعا متعلق بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا هو لديه يعني حدود وإمكانات طبعا أكبر من المرشحين الآخرين ولديه دعم من الشخصيات بارزة في مؤسسات كبرى وحيوية طبعا الحملة الانتخابية أيضا أو شخصية متعلق بشخصية أو الصورة التي تعطى للشعب مثلا مقارنة بيء المرشحين الآخرين هي صورة بها حمامية فيها تعاطي مع الشعب فيها مع الطبقات الكادحة التي تعاني يعني كل ما ذكرته من معاناة اقتصادية هو يعرف لغة الشارع يعرف التواصل مع هذه الطبقات هو يقول على نفسه بأنه ابن هذه الأمة وابن هذا الشعب وبالتالي لديه تواصل مع المرأة قوي جدا في حملته هذه وحتى على مدار السنوات الماضية هو بارع في هذا التواصل طيب كاترين مع كل البراعة في هذا التواصل رغم كل ذلك هناك مشاكل حقيقية يعاني منها الشارع المصري الفقر يعني مشكلة واضحة وحقيقية ما الذي يقدمه السيسي لهذا الشارع الذي يعاني من الفقر ليقنعه بغير بخلاف الحملة الانتخابية وشخصيته الكاريزماتية كما تقولين نعم بطبيعة الحال هناك معاناة اقتصادية هناك احتقان في الشارع وهذا الاحتقان هو دفع الشعب من نسبة كبيرة واعتبرها قفزة نوعية بانه يتطلع او يبحث في البرامج الانتخابية للمرشحين الاخرين وهذه قفزة نوعية في هذه الانتخابات وهناك معارضين لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي هم مرشحون للرئاسة طبعا هذا الاختناق الشعبي الاقتصادي لا يمكن احد ان ينكره ولكن هناك في الثقافة المجتمعية دائما وهذا يمكن ان يوصف بالايجابية او السلب بانه اختيار الافضل او الخوف من التغيير هذه في سايكولوجيا الناخب بانه بالرغم من مثلا يعني تحميل نظام السيسي بعض الاخطاء في الادارة الاقتصادية للبلاد ولكنه سوف يذهب او سيرشحه كنوع من التفضيل بين الخيارات الاخرى او لعل وعسى ان يتم تغيير ما او حل هذه المشكلة طبعا هناك رؤية شعبية ايضا طيب كاترين يعني انت تتحدثين عن الخيارات الاخرى المطروحة في هذا الاستحقاق الانتخابي وفي هذه الانتخابات نحن سألنا باحثا مصريا حول الاستحقاق الانتخابي الحالي وهذا ما قاله لنا دعونا نستمع ونتابع الحديث معك الاجراءات وكل الضمانات التي من الممكن ان تقول بان هناك انتخابات حرة ونزيهة لم تعد موجودة في هذه الانتخابات لا يوجد هناك تعددية حقيقية من يوجدون في الانتخابات او المرشحين في مقابل الرئيس السيسي تم اختيارهم بعناجدة جدا وباتفاقات امنية مسبقة ولا يوجد لديهم برامج سياسية حقيقية والعديد منهم يقول انا ويد الرئيس السيسي فبالتالي نحن نتحدث عن مهزلة انتخابية في المقام الاول لا يوجد رقابة حتى دولية على هذه الانتخابات طيب اذا كاترين كما سمعنا مهزلة انتخابية تحدثا عنها هكذا على الاقل ما يصفه بعض المصريين وان المرشحين الاخرين هم بنفسهم يدعمون السيسي ما رأيك بهذا الكلام ما ردك طبعا الحضوذ الاوفر وليس هناك موازنة طبعا بطبيعة الحال بين الحملات الانتخابية والفرص الدعاية ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بطبيعة الحال والمرشحين الاخرين ولكن هناك قفزة نوعية خصوصا تحت حكم الرئيس السيسي بان هناك مرشحين معارضين يعني اريد ان اذكر بان فريد زهران هو لديه بالفعل برنامج تنافسي كبير للرئيس السيسي وهو يعارض كافة سياساته وقد تحدث بحرية للاعلام في هذه المرحلة لا اريد لا اتحدث عن ديمقراطية شاملة او تحول في النظام المصري ولكن هناك خطوة للامام لان هذه الشخصية بالفعل مقارنة بالشخصيتين الاخرين المرشحين الاخرين حزم عمر بطبيعة الحالية يعني اتفق بشكل تام مع رئيس السيسي ولكن هناك فريد زهران هو تحدث عالنية وصراحة عن تغيير النظام وماذا عن الذين اضطروا لسحب ترشيحاتهم؟ ربما لا اعرف هذه النقطة تحديدا لماذا تم سحب هذه الترشيحات ولكن لربما لخلافات كبيرة جدا او تتعلق بملف الاخوان المسلمين في مصر هذا الملف طبعا هو خط احمر مزال في مصر لدى حتى قاعدة شعبية كبيرة ولكن هناك مرشحين كفريد زهران تحدث لكافة البرامج يعني اجر حملة انتخابية موسعة وكان بالفعل يعارض كافة سياسات الرئيس السيسي وتحدث ايضا حتى ضد المؤسسة العسكرية كسلطة طبعا هو يدعمها كسلطة يعني كمؤسسة وطنية هي ثقل راصخ يعني في ذهن المواطن المصري لحماية طبعا الوطن ولحماية الشعب المصري ولكن تحدث او يرفض بشكل تام بان تكون ذهنية الاتيان بشخصية عسكرية الى السلطة تكون دائمة او يعني مطلقة كاترين جابر شكرا لك على كل هذه الاضاحات وعلى وجودك معنا ومشاركتنا في هذا الحوار كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا لك إذن هناك ملاحقة تشمل لم تشمل فقط السياسيين بل هناك من يقول بأنها شملت الصحفيين أيضا في مصر ومنهم بسمة مصطفى وهي صحفية مصرية مقيمة في المنفى منذ حوالي ثلاث سنوات بعد عدة توقيفات واعتقالات بسبب عملها الصحفي وهي غير قادرة كما تقول غير قادرة على العودة الى مصر حاليا بسبب الوضع السياسي في بلدها مصر أهلا بك بسمة أهلا بك ميسون بداية هل ذهبت الى الاقتراع الاقتراع في الخارج بدأ قبل أيام أو حصل قبل أيام هل ذهبت واقترعتي الحقيقة لا ما ذهبتش للانتخابات ولم أشارك في الانتخابات لأن الانتخابات بشكلها الحالي بالنسبة لي هي مجرد إجراء شكلي خالي من التنافسية ولا تتعدى كنها إجراء شكلي سوف يستخدم للترويج المحلي والدولي بوصفها انتخابات ديمقراطية حصل السيسي فيها جاء السيسي رئيسا لولاية ثالثة فيها بشكل ديمقراطي والحقيقة ده ما حصلش في الواقع لأنه إحنا عندنا ملاحظات كبيرة على الانتخابات الرئيسية الحالية بشكلها الحالي منذ اللحظة الأولى لفتح بابة جامعة توكيلات ودي بنسبة لنا كانت علامة على جدية الانتخابات من عدمها أنا في الوقت الحالي بشتغل كبحثة حقوقية مع مؤسسة دعم القانون والديمقراطية مقردها برلين وكنا بنرأب الانتخابات في مرحلة جامعة توكيلات ورصدنا منذ اليوم الأول انتحكات تشمل منع ممنهج من قبل السلطات المصرية لأنصار المرشح الأبرز في هذا التوقيت وهو الأستاذ أحمد التنطاوي بعدة طرق كانت أبرزها المنع المباشر من قبل موظف الشهر العقاري وكان هناك أسليب أخرى لمنعهم بشكل بيروكراطي زي مثلا حجة أن السيستم واقع أو قعدة البيانات معطلة في الوقت اللي تمكن فيه الرئيس الحالي من جمع ما يقارب المليون أو ما يزيد عن المليون التوكيل رغم حصوله على تأييد أو توكيلات من البرلمان المصر ولم يكن في حاجة لجمع توكيلات تأييد الشرق بس ما هناك رأي دعينا نتحدث الآن عن شخصيته عن القرار الذي يؤيد ترشح وحصول السيسي على ولاية ثالثة بغض النظر عن الانتهاكات التي حصلت هناك رأي يحاجج به البعض بأن منطقة الشرق الأوسط الدول في هذه المنطقة بحاجة إلى رجل قوي في السلطة وإلا فقط تعوم الفوضى وينتشر التطرف ألم يساعد السيسي في القضاء على التطرف الإسلامي في مصر ألا يحسب له هذا الأمر كما يقول البعض وهل ما رأيك بهذه الحجة أنا بشوف أن فكرة الرجل القوي يعني مش لازم تكون جاية من خلفية عسكرية مصر بقى لها سنوات بيحكمها الحكم العسكري وأنه الوقت الحالي هو وقت التغيير يعني كفاية إحنا في حكم عسكري برئاسة رئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على مدور عشر سنوات ما شفناهش أي تغيير على مستوى جميع يعني على في جميع الملفات اللي هو كانت وعد فيها بالتغيير سواء على الملف الأمني أو الملف السياسي أو الملف الاقتصادي فاستخدام أو وصف إن إحنا بحاجة لرئيس قوي الصراحة يعني أنا لا أتفق معيها لأن القوة مش بالضرورة تأتي من استخدام من استخدام الكبضة العسكرية أو الكبضة الأمنية على المواطنين المصريين طيب بسمة طبعا هذا رأي منتشر لذلك يعني وددت أن أسمع رأي المعارضين له يعني المعارضين للسيسي حول هذا الرأي طيب أنت يعني أنت في المنفى هناك الكثير من المعارضين المصريين مقيمين في المنفى ولكن يحلمون ويعملون من أجل التغيير كيف يمكنكم تحقيق التغيير من المنفى؟ يعني إحنا في المنفى عندنا مسحات مختلفة عن رفاقنا وشراكاتنا في العاشين حاليا في مصر زي أنه مسحات التعبير بالنسبة لنا أوسع عندنا سوق التواصل مع صحف الدولية مع المنظمات حول إنسان الدولية مع يعني السيسي على مدر الفترة اللي فاتت كان بيستخدم بي آر لو نقدر نحنا نقول كده بي آر حملات غسيل سمعة في أوروبا تحديداً فوجودنا في الخارج مؤثر في الجزء ده تحديداً إنه إحنا لا نسمح بغسيل سمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وغسيل يده من الانتهاكات التي تخص ملف حول إنسان وتعريف الجانب الآخر لو نقدر نقول من العالم على حقيقة ما يحدث في مصر سواء من انتهاكات سياسية أو حقيقة الوضع الابتصادي أو وضع الصحافة على سبيل المثال طيب يعني هو الجميع شبه مجمع بأنه سيعاد انتخابه بعد أيام قليلة هل لديكم تصور معين حول متى قد يحدث التغيير في مصر من خلال عملكم وعمل المعارضين الآخرين يعني هو الصراحة السؤال ده مفتوح قوي وصعب الجواب عليه لأنه يعني أنا في رأيي وده لا يشكل رأيي المعارضين أنا هنا بتكلم عن نفسي هو التغيير مش هيجي غير بتحرك الناس في الشارع غير بصورة حتمية وكمان إنه لازم يكون فيه إرادة حقيقية مش هقول عند النظام الحالي لأ بس عند أجهزة الدولة يعني إنه هما يحسوا إنه هو ده الوقت للتغيير لأنه مصر يعني كانت الفترة اللي فاتت يعني في وضع أسوأ وفي وضع سيء يعني وما هو قادم سيكون أسوأ على جميع المستويات تحديداً وضع حتى الصورة شكراً شكراً لك بسم مصطفى الصحفية المصرية كنت معنا مباشرة من برلين شكراً على مشاركتك معنا في الحوار وبهذا أشكرك وأشكر المتابعين انتهت هذه التغطية أراؤكم تهمنا اكتبوها لنا في التعليقات شكراً على المتابعة وإلى اللقاء 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 شكراً على الاعت